موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأخيرة الذي يتناول أهم ما تكتبه بشأن العراق الصحافة الغربية وعلى الأخص الأمريكية منها نعرض في حلقتنا اليوم تقريرين مصورين الأول عن الموضوع الأبرز في تغطياط الصحافة الغربية عن العراق الأسبوع الماضي وكان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أما التقرير الثاني فموضوعه رئيس الوزراء نور المالكي كما يظهر في الصحافة الأمريكية هذا فضلا عن عرض ومناقشة مقتطفات من مقالات وصحف تناولت قضايا عراقية مختلفة تتابعون في هذه الحلقة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والمخاوف المتصاعدة بين المسيحيين العراقيين على أمنهم كان الموضوعين الأبرز في تغطياط الصحافة الغربية عن الشأن العراقي إليكم التقرير التالي عن هذه التغطية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة كان الموضوع الأبرز في تغطياط الصحافة الأمريكية بشأن العراق في الأسبوع الفائد صحيفة واشنطن بوست ذكرت في مقال لها أن تشكيل هذه الحكومة مثل نصرا لإيران وهزيمة لأمريكا لأن الحكومة الجديدة جاءت تتويجا لنجاح الجهود الإيرانية التي قامت على توحيد الصفق الشيعي خلف رئاسة وزراء جديدة للمالكي أما صحيفة نيويورك تايمز فتوقفت عند التحديات الكثيرة التي سيواجهها المالكي عندما يحين وقت وفائه بالوعود المختلفة التي أعطاها لحلفائه الكثيرين كي يحصل على دعمهم له وهي الوعود التي يرى مقال الصحيفة صعوبة التوفيق بينها صحيفة شيكاغو تريبيون أشارت إلى أن مساعد المالكي على نيل الترشيح لتشكيل الحكومة الجديدة هي قدرته على المطاولة بوجه المعارضة الواسعة للتجديد له التي استمرت أشهرا طويلة حتى استطاع انهاك هذه المعارضة ودفعها للقبول به في آخر المطار القلق المتصاعد بين المسيحيين العراقيين بعد مذبحة كنيسة سيدة النجاة كان الموضوع الآخر الذي حظي بتخطية واسعة في الصحافة الغربية صحيفة تايمز لبريطانية توقفت عند التوتر الذي بدأ يظهر عليه على علاقة بين العراقيين المسلمين والمسيحيين في المناطق المختلطة التي تجمعهم بعد الاعتداء على كنيسة سيدة النجاة خصوصا لأن تعاطف المسلمين مع مواطني بلدهم المسيحيين لم يجد نفعا في وقف الاعتداءات السابقة على المسيحيين وليمنع اعتداءات محتملة في المستقبل بحسب مقال الصحيفة أما صحيفة USA Today فقد ذكرت إحصائيات مختلفة عن تراجع عدد المسيحيين العراقيين في البلد لتشير إلى خلق رجال الدين المسيحيين العراقيين من تواصل هجرة أبناء دينهم من البلد وعجزهم عن إقناعهم بالبقاء فيه ولتسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع وسواه ينضم إلينا الباحث والأكاديمي الأستاذ عقيل عباس أهلا وسهلا بالخبير الإعلامي أستاذ عقيل للأسبوع الثاني على التوالي تغطية إعلامية على أمن المسيحيين وضع مسيحيين العراقيين وأمنهم هناك تفجيرات أخرى حصلت استهدفت عراقيين آخرين لماذا هذا التركيز على المسيحيين بالذات؟ أعتقد التركيز يعد لسببين أولا على الأقل في الولايات المتحدة الأسبوع الذي حدثت فيه التفجيرات كان أسبوع الانتخابات النصية للكونغرس لم يحظى الموضوع بالاهتمام الذي يستحقه في الأسبوع الثاني بدأت التغطية تتصاعد لسبب آخر أن لهذه التفجيرات نتائج وهي خروج المسيحيين من العراق الرغبة بالخروج الخوف من العراق يعني الخوف لدى الدوائر الغربية ولذلك الحديث هو في الحقيقة ليست تفجيرات فقط وإنما ما سببته التفجيرات وهي رغبة المسيحيين العراقيين بترك البلد يعني بسبب المخاوف الأمنية هذا في الحقيقة هو زاوية التناول نتائج التفجيرات وليست تفجيرات لذاتها يعني تناولت موضوع حجرة المسيحيين من العراق الصحافة الغربية بشكل عام نعم الرغبة بترك البلد لأسباب أمنية نعم نعم نشرت صحيفة اندبندنت البريطانية مقالا عن تراجع النفوذ الأمريكي في العراق لصالح النفوذ الإيراني كما أبرزه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تواجه الولايات المتحدة هزيمة سياسية قاطعة في العراق بشأن تشكيل حكومة جديدة في وقت يتراجع نفوذها في البلد إلى أن مستوى له منذ عام 2003 فيما يزداد نفوذ إيران لقد فشلت على نحو فاضح حملة أمريكا كي يصبح أياد علاوي رئيسا للجمهورية يبدو أن علاوي أيضا بالغ في قدرة الولايات المتحدة والدول العربية السنية على جعله رئيسا للوزراء أو للجمهورية يقول المحلل السياسي العراقي غسان العطية إنه أمر مذهل كيف استطاع المالك أن يكسب دعم كل أولئك الذين أرادوا التخلص منه بعد الانتخابات كالأكراد والصدريين والإيرانيين قد تكون نقطة القوى الرئيسية في المالك هي أنه لم يكن هناك مرشح واضح منافس له على الجانب الشيعي بمقدوره استبداله تطاعت إيران أن تهزم الولايات المتحدة من خلال تشكيلها حكومة عراقية رقلها إضافة إلى حليفتها سوريا أظهرت إيران مرونة من خلال تخليها عن معارضتها السابقة لتولي المالك رئاسة الوزراء ثم اقناعها مقتط الصدر بدعمه على هذا النحو استطاعت إيران إعادة توحيد الاتلاف الشيعي الذي حكم العراق مع الأكراد منذ عام 2005 إن المجموعة الشيعية الوحيدة التي بقت خارج هذا الاتلاف هي المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي كان ينظر إليه على إنه تابع لإيران أستاذ عقيل تقرير آخر ناقد للدور الإيراني في العراق من صحيفة بريطانيا معتدلة صحيفة الاندبندن ماذا برأيك يختلف هذا المقال عن تقطية الصحافة الأمريكية يعني المعروف تاريخيا أن الأوروبيين أو الفرنسيين بالذات والبريطانيين أقل انتقادا لإيران من الولايات المتحدة لكن بالشأن العراقي حقيقة هناك تشابه في الانتقادات سواء في الانتقادات الأوروبية البريطانية على الأخص والأمريكية منها لا تجد فرقا كبيرا في انتقاد ما تفعله إيران في العراق سواء أمريكيا أو أوروبيا يعني بريطانيا على الأخص اللهجة تبدو متشابهة نقاط القلق متشابهة والدعوة إلى القيام بشيء ما لوقف النفوذ الإيراني تصاعد النفوذ الإيراني في العراق هذه الدعوة تبدو متشابهة في الأوساط الصحفية البريطانية والأمريكية ما الاختلاف؟ اعتقد الاختلاف يرتبط بالمسؤولية الأوروبيون والبريطانيون ينحون باللائمة على الأمريكيين بسبب تصاعد النفوذ الإيراني لا يوجد اختلاف في نوعية القلق هناك اختلاف في التعاطي معه نعم في كيفية التعاطي معه نعم وفي الحادي عشر من تشرين الثاني الحالي نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا عن المصاعب التي سيواجهها رئيس الوزراء العراق المكلف نور المالكي في الوفاء بالوعود التي قطعها لأطراف مختلفة من أجل الحصول على دعمها لترشيحه لتشكيل الحكومة بعد ثمانية أشهر من المفاوضات سيجد المالكي نفسه تحت ضغط شديد للوفاء بكل الوعود التي أعطاها لتوليه رئاسة الوزراء فيما يحاول الحفاظ على اتلاف يضم أحزابا لا يمكن التوفيق بين أهدافها المتعارضة على نحو جذرية تتضمن هذه الوعود تلك التي أعطاها المالكي للأحزاب الكردية التي تسعى للحصول على استقلال أكبر من الحكومة المركزية ثم هناك تعهداته لإتباع رجل الدين المناهض لأمريكا مختدى الصدر الذي دعا إلى انسحاب سريع للقوات الأمريكية من البلد حتى في ذات الوقت الذي يناقش فيه المالكي الإبقاء على وجود عسكري أمريكي بعد الانسحاب التام المتفق عليه والذي ينبغي حصوله في نهاية العام المقبل حلقتنا مستمرة معكم بعد الفاصل تقرير عن صورة رئيس الوزراء نور المالكي في الصحافة الأمريكية أيضا تابعوا معنا صحيفة USA Today مسيحي العراق خوف ورحيل أهلا بكم مجددا تقريرنا الثاني في حلقة هذا اليوم هو عن صورة رئيس الوزراء العراقي في الإعلام الأمريكي نور المالكي رجل جاء من ظل المقاعد الخلفية ليحتل صدارة مشهد السياسة في عراق متقلب بمفاجآته فكان المالكي أحداها هكذا هو الرجل في الصحافة الأمريكية حزيران 2006 كان موعد المفاجآة الأولى بشأنه عندما برز اسمه بديلا عن إبراهيم الجعفر لرئاسة الوزراء لينهي بذلك أزمة سياسية استمرت نحو سبعين يوما تحولات المالكي رئيسا للوزراء بدت هي الأخرى مفاجئة للعيون السحفية الأمريكية في عامي 2006 و2007 تشكلت صورة الرجل أمام هذه العيون على أنه رئيس وزراء طائفي ضعيف ومتردد خال من الجاذبية العالمية جاءت به الاضطرارات العراقية إلى سدة الحكم آذار 2008 كان التحول الأول في تعاطي هذه الصحافة معه عندما أرسله بعناد مفاجئ الجيش إلى البصرة كي يهزم هناك أولاً ثم في بغداد ومدن أخرى ثانياً جيش المهدي ميليشيا التيار السياسي الذي أوصله إلى سدة الحكم في المقام الأول أخذ الرجل بعدها يبرز تدريجياً في تغطيات هذه الصحافة زعيماً عراقياً قوياً علمته تحديات المنصب عقمة طائفية في حكم البلد ليغادرها بحسب هذه التغطيات نحو وطنية عراقية زادت من شعبيته كثيراً في عامي 2008 و2009 لكن المالك بنجمه الصاعد حينها بدأ أيضاً في هذه التغطيات مأخوذاً بفكرة الرجل القوي إذ توقف التقارير صحفية أمريكية عند سعيه للمزيد من السلطات لتركيزها في يديه ولممارستها بعيداً عن رقبات البرلمان والقضاء والرأي العام في خريف 2009 حين تصاعدت السخونة السياسية في البلد استعداداً لانتخابات برلمانية حاسمة أخذت التغطيات الصحفية الأمريكية ترى في المالك تحولاً آخر إنه عودة الرجل التدريجية نحو إغراء الطائفية من أجل نصر الانتخابي أصبح الوصول إليه صعباً بعد فشل حكومته في منع الانفجارات الكبرى التي قودت دعمه الشعبي وأطاحت بتفاخره تحقيق الأمن بعد شبه النصر الانتخابي الذي حققه المالك في انتخابات آذار وحاجته إلى حلفاء الطائفة السابقين لضمان لئاسة وزراء ثانية يظهر الرجل في تغطيات الصحافة الأمريكية زعيماً سياسياً براغماتياً تجتمع فيه الصلابة والمناورة صفتان ساعدته كثيراً على قطع ماراثون التحديات العراقية ما بعد الانتخابات الذي انتاز بكثرة الخصوم وشحة الحلفاء بيقتف الرجل الثمار تجديداً له في المنصب الأقوى في العراق استاذ عقيل بشكل عام كيف تجد تغطيات الصحافة الأمريكية لشخصية نور المالكي هل تجده إيجابياً؟ يعني أعتقد في المرحلة الأخيرة بعد الانتظارات الطويلة الأمريكية بشأن تشكيل حكومة العراقية هناك إحساس بالرضا عن أي رئيس وزراء عراقي الصحافة الأمريكية الآن تجد أن هناك مسافة بين المالكي مثلاً والإيرانيين وأن تعاطي المالكي مع الإيرانيين هو تعاطي الضرورة وليس تعاطي التابعية أعتقد هناك قبول أمريكي عام بالمالكي رئيس الوزراء على المستوى الصحفي لا يعتبرونه رئيس الوزراء المثالي لكنهم يعتبرونه رئيس الوزراء يمكن لهم أن يتعاطوا معه طيب شنقصدك بالرضا عنه بسبب تأخر تشكيل الحكومة؟ نعم هناك إحساس بالتعب تعب الانتظارات الطويلة على العراق وفي السابع من تشرين الثاني الحالي نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً يتناول الاستراتيجية الأمريكية في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني المتصاعد المقال ينتقد هذه الاستراتيجية تواجه الولايات المتحدة النفوذ الإيراني في العراق باستراتيجية تقوم على ترك الخصم ينهك نفسه تعني هذه الاستراتيجية أن يمتصح حلفاء أمريكا الضربات الإيرانية فيما تتفاوض واشنطن للتوصل إلى مساومات مع انتظارها قيام طهران باستنزاف قواها تأمل الولايات المتحدة بحسب وصف السفير الأمريكي السابق في العراق راين كروكر تأمل بأن يحجم النفوذ الإيراني نفسه بنفسه في العراق فكلما يسعى الإيرانيون المزيد من النفوذ تزداد المقاومة التي يواجهونها في سعيهم هذا وضعت إيران ثقلها خلف رئيس الوزراء نور المالكي في سياق دعمها له كي يصبح رئيسا للوزراء مرة ثانية ويقال إنها شكلت فريق عمل خاص في بغداد للضغط على الفرقاء العراقيين لدفعهم لتأييده كما يقال أيضا أن إيران قطعت مساعداتها السرية للأحزاب الشيعية التي رفضت دعم المالكي على نحو يثير الاستغراب دعمت الولايات المتحدة بشكل ضمني المالكي أيضا في سعيه للبقاء في منصبه مع إصرارها في ذات الوقت على مشاركة القائمة العراقية في حكومة ائتلافية يخشى بعض العراقيين من أن إيران تخطط لحملة ثأر ضد معارضيها في العراق في الإسبوع الماضي أرسل لي مصدر تقريرا استخباريا عراقيا يذكر أن ضباطا في المخابرات الإيرانية يخططون للقيام بحملة من مرحلتين لاختيال الأعضاء سابقين في حزب البعث فضلا عن ضباط سابقين وحاليين في الجيش والاستخبارات العراقيين أستاذ عقيد تقارير صحفية غربية وغير غربية أمريكية وغير أمريكية عن دور إيران في العراق خصوصا فيما يخص تشكيل الحكومة لماذا برأيك هذه التقارير المتنوعة وهل يوجد تنوع بالآراء؟ هناك إدراك في الصحافة الغربية متصاعد بجانبها الأوروبي والأمريكي أن دور إيران في تشكيل الحكومة كان دورا كبيرا ومؤثرا وشهدت عملية تشكيل الحكومة تنافسا إيرانيا أمريكيا واضحا انتهى هذا التنافس لصالح إيران في الصحافة الغربية تجد عموما هذا الحديث عن إيران بصفتها قوة كبرى بدأت تظهر في العراق وهناك قلق أوروبي أمريكي قلق أمريكي عموما من هذه القوة في العراق وتساؤلات كثيرة بشأن كيفية التعاطي معها هذه تجدها بكثرة في التقارير الصحفية الغربية التنوع في الآراء هو في الحقيقة بكيفية التعاطي معه مع هذا القلق وليس بشأن أصل وجود هذا القلق أقصد الدور الإيراني في تشكيل الحكومة العراقية نعم نشرت صحيفة وسيد داي مقالا عن مخاوف المسيحيين العراقيين بعد استهداف تنظيم القاعدة لهم عاش المسيحيون في هذا البلد فترة طويلة قبل أن يطلق عليه اسم العراق وكانوا فيه على مدى قرون قبل ولادة النبي محمد واعتنق الأشيريون القدماء الذين يتحذر منهم مسيحي العراق اعتنقوا المسيحية في القرن الأول للميلاد في أثناء زيارته لكنيسة القديس جورج في بغداد وهي الكنيسة التي بنيت عام 1936 ذكر رجل الدين البريطاني أندرو وايت أن الكنيسة زادت من تحوطاتها الأمنية وستقيم شعائر القداس في أيام الأحد في الأسابيع المقبلة رغم أنه لا يتوقع مجهي الكثيرين لها يذكر وايت أنه إذا كان سيلقي خطبة في الكنيسة فإنه سيذكر الحاضرين بآية وردت في إنجيل يحنى من تسشد بقول السيد المسيح لحواريه تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم إنه يؤدي قربانا لله يقول وايت عندما حصلت مذبحة كنيسة سيدة النجاة عشت هذه الآية رأيتها تتحقق أمامي تشير منظمة هيومان ووتش لحقوق الإنسان إلى أن عدد المسيحيين في العراق تراجع من مليون في عام 2003 إلى حوالي 675 ألفا في عام 2008 أما الكنيسة الكاثوليكية في العراق فترى أن عدد المسيحيين الآن هو مليون ونصف ويمثل أقل بمليون من عددهم قبل الاشتياح الأمريكية أستاذ عقيل هل تجد هناك قاسما مشتركا في التقارير الصحفية التي تناولت موضوع المسيحيين العراقيين والتهديدات الأمنية لهم؟ القاسم المشترك الوحيد هو حالة القلق التي تجدها في الأوساط الصحفية الغربية وفي الأوساط السياسية الغربية بشأن المسيحيين في العراق بشأن التهديدات التي يتعرضون لها وبشأن حالة الهروب اضطرارهم للخروج من العراق وبالتالي هناك هذا القلق من أن يفقد العراق أحدى مكونات تنوعة الديمغرافية أحدى نقاطة التنوع الفكري والتنوع الأرقي في البلد هناك أيضا حيرة بشأن ما يمكن القيام به هذا الصدد الكثير من اللوم في الصحفة الغربية للحكومة العراقية لكن هناك أيضا رغبة بإيقاف خروج المسيحين من العراق وعدم وجود حلول نعم شكرا جزيلا أستاذ عقيل وهكذا مشاهدين الكرام نأتي إلى ختام حلقتنا هذا الأسبوع من برنامج الطبعة الأخيرة نأمل أن تكون اختياراتنا من الصحافة الغربية حول الشأن العراقي قد راقت لكم راسلونا على بريدنا الإلكتروني تحية طيبة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر